اهلا احبائنا مشاهدينا في كل مكان برحب فيكم باسم الرب يسوع المسيح سلام ونعمة المسيح مع جميعكم اليوم عاوز اشجع مرة تانية كل اللي بيشاهدونا انه تستمر بالصلاة من اجل الاوضاع الحالية الاوضاع الصعبة في كل العالم ولسيما بسبب مرض الكورونا في كتير ناس اتجاوبوا معنا وفي كتير ناس اتحدوا معنا بالصلاة احنا ما زلنا متحدين متل ما ذكرت انه اول اسبوعين من شهر اكتوبر وان شاء الله اكبر عدد ممكن يشاركونا كل اللي رح يشتركوا معنا بالصلاة خلال يعني بكرة او بعد بكرة رح نعمل اعلان بحيث ان نكون على الزوم اكبر عدد ممكن يقول اي شخص اللي بحب يشترك معنا على الزوم حتى نتواصل معك فانا بشجعكو اكبر عدد ممكن من المصلين حتى نرفع بصلاة حارة لان الكتاب يقول سقينا بالروح الواحد وروح الله القدوس لا تحد اي مسافات عاوز اقتبس الآية من سفر ارمياء اصحاح 29 مكتوب في آية 12 فتدعونني وتذهبون وتصلون الي فاسمع لكم وتطلبونني فتجدونني اذ تطلبونني بكل قلبكم فأوجد لكم تعرفوا الاوضاع كانت صعبة جدا في ايام ارمياء على وشك الانهيار الكامل طبعا النظام السياسي والديني والوضع الاخلاقي كان كله فاسد وعلى وشك يعني بعد قليل رح يجوا الكلدانيين مملكة بابل تحتال اورشاليم وطبعا اتدمر اورشاليم والهيكل فعم بحذر الناس من موضوع السبي ولكن برضو في هذا الاصحاح بيعطي رسالة تشجيع للمسبيين اللي كانوا في السبي البابلي لانه النبي يرى امور مستقبلية فعم بشجعهم عم بشجعهم تطلبونني فتجدونني اذ كنتم تطلبونني بكل قلبكم فأوجد لكم وهذا طبعا عن طريق الصلاة وانا عم بتذكر هيك الاحوال كأنه الانسان فعلا في ارض العدو ارواح الضلال منتشرة جدا روح الفساد منتشر روح الخداع منتشر في كل مكان روح العنف روح الزنا روح الغضب وارواح كثيرة نجسة عم بتعمل في هذه الايام محتاجين لتطهير لتطهير للمناخ والاجواء الروحية وهذا بيجي عن طريق صلاة الكنيسة متحدة مجتمعة لسبب البعد الجغرافي صعب نجتمع كلنا مع بعض لكن بروح واحد نستخدم وسائل الميديا التقنية حتى نتواصل مع بعض تدعونني فتجدونني تطلبونني إذ تطلبونني بكل قلبكم احنا محتاجين نيجي للرب بقلب متواضع بقلب منصحق ومنكسر أمام الله يعني مثل ما صلى داود قلبا نقيا أخلق فيا يا الله ذبائح الله هي روح منكسرة القلب المنكسر والمنصحق يا الله لا تحتقره محتاجين لمس إلهية محتاجين لمسة شفاء محتاجين لمسة إبراء محتاجين لتدخل إلهي محتاجين إلى افتقاد إلهي محتاجين إلى الزيارة إلهية محتاجين كمجتمع أنه نرجع للرب ونتوب عن كل خطيانا وخطايا أجدادنا ونتوب عن كل آثامنا ونطلب ونسأل من الرب أنه يبرق أراضينا ويعطينا فرصة جديدة فرصة نمجد ونرفع اسم الرب يسوع فرصة حتى نشوف ملكوت المسيح يمتد في كل مكان يمتد في أراضينا مكتوب تطلبونني فتجدونني إذ كنتم تطلبونني بكل قلبكم فأوجد لكم حبائي دعونا نأتي إلى الرب بروح متواضع بقلب منكسر ونقول له يا رب ليس لنا لكن لإسمك أعطي مجدا لسنا نعلم ماذا نفعل ولكن نحوك أعيننا كما هو مكتوب لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروح قال رب الجنود قال يسوع المسيح بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا هيا رب إحنا منحط حكمتنا وقدرتنا وإمكانياتنا وكل ظروف حياتنا منحطها جانبا منحط أنفسنا بين إيديك اعمل لمجد اسمك يا رب تعال إلمس شعوبنا إلمس أراضينا إلمس بيوتنا إلمس أسرنا خلص يا رب نفوس اجتذب الناس إلى معرفة خلاصك مكتوب عن يعني شعبي هلك لعدم المعرفة شعبي السمية لعدم المعرفة يا رب حط فينا حكمة السماء ومفهوم يا رب أعطينا حكمة إلهية حتى نعرف نتصرف في هذه الأيام إلمس كل مريض إلمس كل ضعيف إشفي كل شخص كل محتاج في هذا الوقت بارك على البيوت رد الاعتبار رد الكرامة استرد المسلوب عود عن كل السنين اللي أكلها الجراد نشوف أيام افتقاد السنين خير أيام فرج تيجي على الجميع في اسم الرب يسوع المسيح آمين من فضلك اعمل شير على هذا الفيديو رب نيباركك